اشتركوا في القناة الصف التاسع في درس جديد من مادة التربية الإسلامية عبر مبادرة مسارات معكم المدرس محمد نور البكور درسنا اليوم درس يعني من الدروس التي تشكل اللبنة الأساسية في التعامل مع الآخرين التي يعني الإسلام وقف عندها موقفا عظيمة وبين يعني كل جزيئاتها وفصلها بشكل كبير يعني وذكرها الله عز وجل في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث للدلالة على عظم هذه الألميزة ألا وهي الأخلاق درسنا اليوم التواضع النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الله تعالى فقال وإنك لعلى خلق عظيم وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث فقال إنما بعدت لأتمم مكارم الأخلاق ويقول أحد الشعراء يقول إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وبالتالي الأخلاق هي رمز الأمم ودرسنا اليوم يتكلم عن التواضع وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى فالتواضع في الإسلام يعني له منزل عظيم له مكان عظيم له من الأجر من الله عز وجل يعني الأجر العظيم والتواضع هو من مكارم الأخلاق بخلاف التكبر والغرور فإن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كالذر يوم القيامة يعني لأنهم تعالوا على الناس في الدنيا فيصغرهم الله عز وجل في الآخرة إذن درسنا اليوم بعنوان التواضع ماذا سأتعلم من درسي هذا اليوم؟ أن أعرف التواضع وأن أعدد صور التواضع وأن أعدد صور تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأن أعدد ثمرات التواضع يعني أول شيء منعرف التواضع منشوف صوره بعدين ما هي صور تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها ماذا سنحصد في نهاية هذا الدرس؟ هل سنتمثل خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سنتمثل صور التواضع؟ إذا عرفنا التواضع هل سنجعل هذا الخلق ميزة لنا بين الناس؟ هيا نتذكر درسنا السابق العمرة تكلمنا عن تعريف العمرة قلنا هي زيارة إلى بيت الله الحرام بقصد العمرة وأركانها الإحرام من المقات والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروى ثم الحلق أو التقصير الكلمات المفتاحية لدرسنا لهذا اليوم التواضع تعريفه صوره ثمرته ما يعين عليه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مقدم التواضع خلق كريم وأدب قويم يستهوي القلوب ويستثير الإعجاب والتقدير خلق انتبهوا هذه كل كلمة يجب أن تأخذ من قلوبكم ومن عقولكم ما أخذ خلق كريم وأدب قويم يستهوي القلوب الشخص المتواضع تجده مقرب من الناس ويستثير الإعجاب والتقدير يعني كل الناس بتحبه فمن تخلق به يكون عند الله عز وجل مكرما يعني المتواضع فإن الله عز وجل يكرمه ويرفعه وفي أعين الناس أيضا يكون محببا فالله تعالى إذا أحب عبدا فينادي في السماي فيقول إني أحببت فلانا فأحبه اللهم اجعلنا ممن أحبهم الله عز وجل قال الشاعر تواضع تكن كالنجم لا حل ناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع تواضع تكن كالنجم لا حل ناظر يعني إذا إنسان طلع في الأرض في بركة ماء يجد النجم في الأسفل ولكن هي أين هي في الأعلى تكن كالنجم لا حل ناظر ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه دخان فوق فوق متكبر يعلو ولكن في الحقيقة هو وضيع إلى طبقات الجو وهو وضيع الآن ما هو تعريف التواضع؟ الهدف أن أعرف التواضع هو تذلل وخضوع للحق تذلل وخضوع للحق ولين وإحسان للخلق انتبه الشق الأول من التعريف تذلل لمن؟ لله تعالى خضوع لمن؟ لله تعالى وللحق يعني أن لا تتكبر وتتمسك بالباطل وبكلامك أنت وأنت تعرف أنك على باطل إذن هو تذلل وخضوع للحق ولين وإحسان للخلق ولين وإحسان للخلق ماذا يقول الإمام الشافعي؟ يقول الإمام الشافعي في الأبيات وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ولكن وعامل ولكن بالتي هي أحسن إذن تعامل بالأحسن باللين والخلق وإذن هو تذلل وخضوع للحق ولين وإحسان للخلق احفظوا هذا التعريف تذلل وخضوع للحق ولين وإحسان للخلق إن خلق التواضع من أعظم مظاهر العبودية أعظم مظاهر العبودية للإنسان تجاه من؟ تجاه خالقه بانقياده للحق وعدم التعالي عليه قال صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد يعني كما يقول صلى الله عليه وسلم الناس سواسية كأسنان المشط إذن الناس كلهم من آدم وبالتالي لا بد أن يكون هناك تواضع فالناس كلها سواسية فلا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أحمر ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى وقال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا وأشار بأصبعه إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم إذن ما هو تعرف التواضع؟ هو التذلل وخضوع للحق ولين وإحسان للخلق والتواضع من أخلاق الأنبياء وشي من نبلاء فقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق فقال سبحانه وتعالى واخفض جناحك للمؤمنين أي تواضع لهم واخفض جناحك للمؤمنين الله عز وجل يأمر النبي وهو سيد الخلق بأن يتواضع للخلق فكيف نرى الآن في زماننا الحالي للأسف؟ يعني أحدهم قد ملك شيئا من حطام الدنيا يعني من وسخ الدنيا يعني القليل القليل من الأموال فتجدوا ما عدد يشوف حدا يعني كأن الناس أصبحت أمامه ذر وهو أكبر من الجميع وهو يملك القليل القليل من المال التي ستفنى وتذهب وذكرنا لكم في درس سابق أن الإنسان عندما يدفن عندما يموت يتبعه ثلاث أهله وماله وعمله أهله يودعه عند باب القبر ماله يودعه عند باب بيته عندما يخرج من بيته يودعه ماله وعندما يصل إلى باب القبر يودعه أهله ولكن الذي ينزل معه إلى القبر هو عمله وبالتالي احرص على أن يكون عملك نافعة على أن يكون عملك مرضيا لله سبحانه وتعالى كي تحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبرضى الله سبحانه وتعالى وتدخل الجنة إذن التواضع تذلل وخضوع للحق ولين وإحسان للخلق طيب ما هي صور التواضع؟ الهدف أن أعدد صور التواضع من صور التواضع أول شيء التواضع لله تعالى والتواضع ثانيا للنبي صلى الله عليه وسلم وثالثا التواضع للخلق للناس لو تكلمنا عن التواضع لله عز وجل وذلك قال كيف أكون متواضعا لله تعالى؟ بالإيمان به وتعظيمه وعبادته والاستسلام لحكمه والرضى بقضائه دون اعتراض عليه يعني أي شيء يحدث لك فارضى بما قسم الله لك إن كنت فقيرا فارضى بما قسم الله لك إن كنت غنيا ارضى بما قسم الله عز وجل وتصدق على الفقراء من مالك أو من مال الله الذي سخره أو استخلفك عليه وبالتالي لابد أن تكون متواضعا لله بالإيمان به وتطبيق أوامره والتزام يعني أوامره واجتناب نواهيه وأن تستسلم لحكمه وترضى بقضائه دون اعتراض إذن هذا من صور التواضع أولا التواضع لله عز وجل لو سئل كيف تكون متواضعا لله عز وجل تقول عندما أؤمن به وأطيعه وأبتعد عن المعاصي الآن التواضع للرسول صلى الله عليه وسلم كيف أتواضع للنبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته واتباع هديه صلى الله عليه وسلم والتأدب معه صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تتكلم باسم النبي فقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا أردت أن تتحدث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخفض صوتك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا أن تتمسك بسنته الآن إذا رأينا واحد يمسك بيده سواك تجد أن نصف الشعب يقوم بالاستهزاء به وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف نكون متواضعين ونحن نستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا واحد يلبس ثوب قصير يبدأ بالاستهزاء به وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت فتاة يعني عفيفة متنقبة محتشمة يبدأ بأنها قد دفنت نفسها في الحياة وهي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم والله إن الفتاة المتبرجة والفتاة التي تلبس على الموضة وتلاحظون الآن في الشوارع أشكال وألوان والله الضال ويعني إن لم ترجع إلى الله عز وجل والله ستحاسب على ما فعلت وكذلك الشباب أنا لا أتكلم فقط عن الإناث أيضا عن الكثير من الشباب من تأنث للأسف تأنث أي لبس لباس البنات وأصبح حتى يتكلم بكلام البنات وإلى آخره وبالتالي لابد أن تعود إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتكون رجلا وتكون أنت أيها الفتاة تكون ممثلة لعائشة وممثلة لخديجة رضوان الله عليه إذن التواضع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتمسك بسنته وتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أي إنسان أي شخص كان تجد أنك تلبس وتتزين وإلى آخره تريد أن تقابل شخص وهو عبد من عباد الله عز وجل فكيف إذا أردت أن تقف فرضا للصلاة يجب أن تتواضع لله عز وجل أو تتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تتواضع للنبي صلى الله عليه وسلم الآن الصورة الثالثة تحدثنا عن الصورة الأولى التواضع مع الله عز وجل الصورة الثانية التواضع مع النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الثالثة التواضع للخلق التواضع للخلقون الممارسة العملية الآن قال بإقبال المؤمن بوجه مشرق على محدثه يعني بده يوقف حكيك مو توقف يعني عابس في وجهه بمعنى أنك لا تلتفت لكلامه أو لا يهمك كلامه ولا أنا أتكلم عندما يتكلم الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة وليس العكس يعني بالعكس على العكس تماما إذا أراد أن تكلم المرأة مع الرجل أو الرجل مع المرأة أن يكون كلاما مختصرا مختصرا فيما يهم فقط فيما يفيد ودون أي تغيير به تفاصيل الوجه وغيرها أو حتى تغيير في نبارات الصوت إذن إقبال المؤمن بوجه مشرق على محدثه وأيضا بزيارة الفقراء وزيارة المساكين للأسف يعني أحيانا يعني هناك طبقة مخملية في المجتمع ترى شخصا يعني فقير الحال تجدهم يتقززون منه أو من طعامه أو من شرابه بل إن التواضع أن تزوره وأن تأكل من طعامه وأن تشرب من شرابه وأن تجلس في بيته فلست أفضل بحال منه هذه المظاهر الخلبية التي تراها في الحقيقة هي مظاهر خداعذ زائلة والذي يبقى هو الذي في القلب حقيقة والذي يبقى عند الله سبحانه وتعالى وقد ذكرت لكم قصة فيما سبق أن أحد الخلفاء دخل على أحد المساجد وكان ملكا يعني فدخل فوجد الناس قد اجتمعوا حول رجل رسل الثياب وقصير القامة أعور أعرج في كل الصفات المعيبة فيه ولكن الناس قد اجتمعوا عليه وتقربوا منه يريدون يستمعوا إلى حديثه وينهلوا من علمه فبدأوا ينادوا أتى الملك أتى الملك طيب من هذا الملك لم ينتفت إليه أحد فقام الملك فقال لأولادي لمثل عمل ذلك الرجل فأعمله أي تعلموا العلم فالتواضع ليس بالمناصب وليس في الثياب وليس إنما التواضع عندما تكون مالكا للعلم عندما تزور الفقراء وتجلس مع المساكين وتأكل من طعامهم وتشرب من شرابهم هذه صور التواضع التواضع لله عز وجل التواضع للنبي صلى الله عليه وسلم التواضع للخلق إذن تحدثنا عن تعريف التواضع وتحدثنا أيضا عن صور التواضع التواضع للعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر